قررت محكمة استئناف مصراتا تأجيل النظر لآخر مرة في قضية المتهم خالد تنتوش إلى الخامس عشر من مايو الجاري بعد طلب من محاميه عبد الباصط بمزيريك كما قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهم أحمد إبراهيم والمتهمين وليد عبدالقادر دبنون وعبدالرحمن عبدالحميد عبدالله وفرج علي منصور ومراد المبروك بالنائل وضو محمد منصور ومفتاح حيدة ومحمد حيدة إلى الخامس من الشهر القادم بناء على طلب محاميهم للاطلاع على أوراق القضية مراسل العاصمة الذي تابع وقائع الجلسة أفاد بأن أسرة المتهم أحمد إبراهيم عينت محاميا آخرا بعد تغيب المحامي الذي عينته من جهة أخرى طلب محامي إبراهيم من هيئة المحكمة عرض موكله على طبيب متخصص في أمراض القلب كما قررت المحكمة الاستجابة لطلب محامي المتهمين فرج منصور وسعد إبراهيم وضو محمد منصور ومفتاح حيدة ومحمد حيدة بعرضهم على الطبيب الشرعي لتأكد من عدم تعرضهم للإكراه أو التعذيب البدني يشار إلى أن المتهمين وجهت لهم تهم تتعلق بالتورط في عمليات قتل وحمل السلاخ وتشكيل عصابات تحرض ضد ثورة السابع عشر من فبراير والتضليل الإعلامي للرأي العام والتحريض على القتل القضية كان بناء على طلب دفاع المتهمين في جلسة اليوم تكرر طلب التأجيل من دفاع المتهمين طبعا كلهم حسب مبراتها هناك من بعض الزمناء من طلب التأجيل لأنه لم يكن جاهز دفاع وهناك من طلب أجلا لإسماع إلى شهاد شهود المحكمة طبعا أرجعت الفصل في طلبات الدفاع إلى آخر الجلسة والآن نظرة المحكمة طبعا أصدرت المحكمة قرار ربي تأجيل نظرة دعوة إلى جلسة خمسة ستابع